موسيقى هذا المشهد من شمال قطاع غزة تحديدا من بلدة بيتلاهية بعد ان قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم امس بمحاصرة مدرسة خليفة بن زيت واخراج كافة النازحين واعتقال العشرات من النازحين وان حرقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ممتلكات المواطنين داخل هذه المدرسة الان يتواجد داخل هذه الساحة التي لا تتجاوز 500 متر مربع اكتر من 4500 نازح علما بان جميع المواطنون والنازحون داخل هذه الساحة يعانون من قلة في الطعام وقلة في الشراب هنا الحياة معذومة بشكل كامل داخل هذه الساحة علما بان قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ صباح اليوم اطلقت العديد من القذائف الصاروخية محيط هذه الساحة وقبل ذقائق معدودة بسبب هذه الشضايا المتطايرة كان هناك شهداء وعدد من الجرحى داخل هذه الساحة التي لا تتجاوز 500 متر مربع ويتواجد داخلها اكتر من 4500 مواطن ونازح اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 جزيهم المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة